مجدداً يعود اسماعيل ولد الشيخ إلى المنطقة حاملاً معه هذه المرة ما يبدو أنه تعديلات على خطة للسلام في اليمن من الكويت المحطة الأولى لجولة تقود ولد الشيخ إلى أكثر من عصمة خليجية يحاول المبعوث الأممي لليمني عادت إحياء مبادرته القائمة على أساس مقترحات كيري والتي عادت لها الروح مؤخراً بعد تصريحات السفير الأمريكي في اليمن المؤكدة أنها لا تزال تمثل أساساً للحل وأنها تحظى بدعم الإدارة الحالية للبيت الأبيض من المقرر أن نلتقي ولد الشيخ بالحكومة اليمنية بعد نزور كل من مسقط والرياض وبحسب مصادر فإن ولد الشيخ قد يعرض رسخة معدلة من خطته للسلام ليحصل على موافقة الحكومة على الذهاب إلى جولة جديدة من المشاورات قد تكون الجولة الأخيرة قبل الذهاب باتجاه تنفيذ الاتفاق بحسب الخطة المطروحة المصادر أكدت أن ولد الشيخ سيعرض خطة السلام المعدلة التي تبنتها الرباعية الدولية في اجتماعه الأخير والتي تتضمن شقين أولهم أمني يخص الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة والثاني السياسي ويختص بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطراف من غير الواضح ما إذا كانت هذه التعديلات تلبي مطالب الحكومة وتدفعها للموافقة على الخطة أم لا خصوصاً أنها لا تختلف كثيراً في جوهرها عن الخطة السابقة إلا أن الضغوط الدولية التي تتصاعد على السلطة الشرعية قد تجبرها على الموافقة أخيراً رغم كل ذلك تبدو الأزمة اليمنية في الوقت الراهن أكثر تعقيداً من جميع الحلول التي يقدمها المبعوث الأممي ومن خلفه المجتمع الدولي وهو ما يعني أن الحل السياسي سيبقى بعيداً